اشتركوا في القناة ويصرفون عن الشأن السياسي ربما بغضا وكرها في كثير من الممارسات السياسية المختلفة قضايا اخرى تتعلق بالحوار هل هذا الحوار سيقود الى منجز سياسي يمكن ان يشكل خطوة اولى نحو البناء والتنمية والازدهار للسودان ام ان الحوار الذي يدور هذه الايام بين مكونات مختلفة حتى على نفسها لن يأتي بتلك النتائج كما ظلت الكثير من الحوارات وورش العمل والمؤتمرات في تاريخ السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم القضية فعلا تتشعب مع كل صباح جديد هل القوة السياسية بديها ما يمكن نقول يمثل شبه شبه قاسم مشترك يجمع هذه القوة مع بعضها البعض ناهيك عن البعض والتشزي مع كل صباح جديد حقيقة واقعا ان يكون بمثل هذا التطرف والتراجع ولكن أرحب بضيفيني كريمين عزين الدكتور عمار زكري الخبير والمحل السياسي دكتور مرحبا بك عليكم السلام شعران نتقش الله أيضا أرحب بالأخل عزيز الدكتور جحفر محمدين الأمين العام لمؤتمر الكناب السوداني مرحبا بك مرحبا بك دكتور عمار الآن بعد مرور بداية يونيو كان الناس يتحدثون عن البحثة الأممية والتجديد له عدم التجديد نعم جدد مجلس الأمن الدولي للبحثة عام آخر ولكن يبدو أن هناك بين ثنايا هذا التجديد الكثير من المتغيرات التي لم يتوقعها البعض ولم يتمناها البعض طيب أول حاجة تم التجديد للبعثة والبعثة كانت عندها فرصة سمينة جدا أنه يكون فيه توافق بين الرغوة السياسية لكن البعثة بداية ما كانت بداية صحيحة لأن البعثة كانت هي بتقدم مبادرة ودائما الوسيط هو مسهل ويكون عنده قبول لكل الأطراف أي وسيط لا بد أطراف النزاع أو أطراف المشكلة يتفقوا على الوسيط كان فيه عدم صغة من الغوة السياسية الأخرى المتمثلة في المجتمع المدني بالإضافة لغوة شبابية بالإضافة للتحالفات السياسية بالإضافة للتحالفات السياسية زي تحالف السودان العدالي 9 وده فيه 108 حزب وحركة ومكونات شبابية بالإضافة لمجموعة الحراكة الوطنية أيضا التحالف السياسي ديل ما كان بسقه في فولكر لأن فولكر كان هو اتجاهه نحو مجموعة الأربعة وععادة الوضع إلى 25 أكتوبر والتوافق والاتفاق مع مجموعة الأربعة بعد ذلك تم استدراك من الأمم المتحدة تم إضافة بعثة الاتحاد الأفريقي والإيقاد والمنظمة الإيقاد وبدو تاني من البداية تاني من البداية أيوة وقالوا أننا سنتصل بكل الغوة السياسية ويمكن كل الغوة يتصلوا بعدد كبير جدا من الغوة السياسية ويمكن الآن هناك مجموعة مناهضة لفولكر يتكلم من أجل السيادة ويمكن تظاهر في الأسبوع الماضي لطرد البعثة الأممية من الخطوم وهناك أيضا مجموعة الأربعة هي رافضة أيضا لحوار البعثة الأممية هم يفتكروا البعثة الأممية تتصل بغوة سياسية أخرى هم دالين الحوار يكونوا نفق الوسيقى الدستورية فقط يعني بعيد من مشاركة الغوة السياسية الأخرى يعني عادة الوضع لما 25 أكتوبر طيب نتون يحفر كيف تقرأ هذا يعني كده الأمم المتحدة صح أعادت أو أعطت البعثة عام كامل لكنه واضح أنه الكثير من التصورات والتوقعات التي كانت ترسم من قبل الكثيرين حول هذه البعثة ودورها فيما بعض ويمكن تشكل أدوى الضغط أو تتيه نحو المسألة المتعلقة بالانتخابات والديمقراطية والسلام وهلومة جرة لم يكن القرار قرار ميسا أمن الدول مثل هذه التوقعات كانت تجديد فقط يعني نحيي الشهداء صورة 13 ديسمبر المجيدة ولمره ثلاثة سنوات ونتمنى عودا حميدا للمفقودين وعاجل الشفاء للجرحة حقيقة أخي عارف يعني من دمور العقل السياسي السوداني أن يأتي علينا وسيد من الخارج وهذا من أكبر معدلات الشعب السوداني منذ فجر الاستقلال أنه لا يمكننا أن أسس دولة حقيقية يكون فيها تراضي ووطن حقيقي لكل مكونات الشعب السوداني والبعثة الأممية مهمته هو تسهيل كما ذكر الأخ الدكتور عمار زكريا وتقارب وجهة النظر ما بين فرغاء الشعب السوداني لكن التمترس والتحنق وإمساك كل واحد لموقفه أدى لتطاول أجل البعثة الأممية وفعلا في البداية البحثة كانت منهازة بكل طرع لمجموعة المجلس المركزي الذي كان حاكم وهذا من الأخطاء التي وقع فيها البحثة الأممية عندما تم إضافة الاتحاد الإفريقي وبحثة الاتحاد الإفريقي وزايد الإيقاد أنا أفتكر أخذت مسار الصحيح وهذا الحوار الذي يقوده الآلية السلاسية لا بد أن تشمل كل القطاعات بتاعت البجتمع بما فيهم لجان المغاومة الآن المتقدم للشارع ومتقدم للأحزاب السياسية والقوة الحزبية كانت حاكمة عليه أن تطرح رؤية واضحة للآلية السياسية لأنه أنا أفتكر اللاءات السلاسة أيضا أنا أفتكر هذا أيضا انسداد أفقي بكل صراحة لا تفاوض ولا شراكة أنا أفتكر هذا قمة الانسداد الأفقي لأنه أفتكر المنظومة العسكرية الموجودة هي جزء من العملية السياسية لا يمكن أن تبني بلد بناده مغراطي حقيقي وأن تبعد العسكر من المشهد السياسي عندهم مهمة لكن كل البلد البلدان التي تقدمت في العملية السلمية سواء كان في الدمغراطية ومكانه العسكر جزء جزء من الآلية السلطة بكل صراحة لذلك الآن الإيقاد ذات الاتحاد الإفريقي ذات البيسة الأممية أن تتصل بكل القوى السياسية وكل وضعه حقيقي ونعبر البلد إلى بر الأمان لأنه البلد بمناسبة لأول مرة في تاريخ عمر السودان بمر بمناطف خطير جدا أخي عارف من حولنا دول كثيرة جدا تقدمت اقتصاديا ودخلوا في تجارب ربما أكثر تعقيدا من السودان لكن الآن السودان بفعل الأحزاب السياسية المتمسكة بمواقفها ومواقف أنا أفكر مواقف رمادية مواقف غير وطنية أيضا إذا الآن فشلت أن تضع برنامج وطني وواضح يجمع عليه كل القوى السياسية الآن المجتمع الدولي فرضت عليك الآلية السلاسية وانت بترفض الآلية السلاسية في البيعثة الاتعادة الأفريقي زائدا البيعثة الدولية بقيارة فولكر وانا افتكر يعني إذا انت رفضت كل الخيارات لا شك المجتمع الدولي بطرع أنه سوف يضغط بكل فراح أمار ما في حل إلا أن تكون هذه البحثة هي التي نعاول عليها الدكتور رفض المسألة تعثل الوصايا أو الدخول الخارج لكن الخارج ظل حاضرا في المشهد السوداني طوال ستة وستين عاما ولم يتخلى في يوم من واحدا بل عكس هذه البحثة السودان هو من طلبها يعني لا تأتي بقرارة الأمم المتحدة بينما رئيس الدولة أو المسؤول كان التنفيذ الأول هو الذي طلب هذا الآن يا سيد الفاضل أنتم كقوة سياسية ما عندكم لا الجراء ولا القدرة ولا التنازل ولا 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 على التقارب على البناء خلين جملكم القوة الأجنبية تحكمكم أفضل يا أخي يمكننا نحن ستة وستين عاما كما ذكرت يعني ما حصل توفق بين الغواء السياسية السودانية وده بدي مساحة للانقلابات العسكرية أو لحكم العسكر عن طريق الانتخابات أو طريق الانقلابات العسكرية لأن أحزابنا السياسية هي أحزاب ضعيفة ما بتطبك ولا بتحترم نظام الأساسي تتحدث عن الديمقراطية وداخل أحزابه ما في ممارسة الديمقراطية والبعثة الأممية هي ما جاء بطفوية شعبي أو حكومة جاء منتخبة لكن الرئيس الذي استدعها جاء بطفوية الوزراء الذي فوضى رئيس مجلس الوزراء الإجماع الكبير الذي وجده من الشعب السباق ما في حاجة أنت كيف تقيس الإجماع تقيس الإجماع بصندوق الانتخابات خير لذلك ما في إجماع خير لذلك ما في إجماع هو في فئات معينة كويس كان بتتكلم عن شكرا شكرا لحمدوق ودي يعني عادي ممكن من خلال مراكز إعلامية ممكن بكنا نقول أننا شكرا عارف يلقى وضعية جدا جدا يجي رئيس المجلس الوزراء وليس وفي الظل الوضع الحالي ليس ببعيد هي مسألة التسويق ليست أكثر لذلك جاءت البعثة الأممية والآن هي ما ترفعها لأنه جاءت بالغرار المجلس الأمم المتحدة البعثة الأممية الآن هي شغالة كويس لكن أنا أجزم أنه ما سيكون في توافق مئة في المئة كويس لكن على البعثة الأممية ما عليها إلا الرؤى التي استلمتها من الغوة السياسية أن تسيخ هذه الرؤى السياسية وتكون بنسبة كبيرة فيها في طهر التوافق نقاط الإختلاف ليس بكبيرة يمكن أن هناك عدد من المبادرات خاصة بالغوة السياسية ومنظماتها المجتمع المدني قدمت لمجلس الحكماء وفيها توافق يعني 80% الأحزاب التي رفضت البعثة الأممية يتم تجاوزها إلى متى يعني ينتظر هذه الأحزاب حتى توافق يعني نحن عندنا 108 حزب مسجل عندنا 80 حزب عمل اختار وما عمل مطمره التأسيسي 80 حزب معمل ومطمر وملكبين ما كانت أحزاب سياسية وشغالين ويستمعون لهم مجلس الحكم ويستمعون لهم فولكر وهم مجلسون من تحالفات سياسية كبيرة عندنا حركات موقعة على الاتفاقية السلام وعندنا حركات ما زالت تحمل السلاح الحركات المازالت تحمل السلاح يمكن هي حوالي 6 حركات لكن الآن الحركات والأحزاب السياسية المسجلة والمختر حوالي 200 الأحزاب الرافدة للبعثة الأممية لا تتجاوض وده يمكن نحن ممكن نقول نسبة 95% لماذا تنتظر البعثة الأممية تنتظر الخمسة في المئة هاي معارضين المعارضين للبعثة الأممية البعثة الأممية إذا كانت هي فعلا جاية تعمل توفق للشعب السوداني وتحدث السيد فولكر في صفحته في ذكر فضل الاعتصام أو الأمس أنه مع توافق الشعب السوداني وتوافق الشعب السوداني في الغواء السياسية وفي منظمات المجتمع المدني وما في غياس بأغلبية إلا صندوق الانتخابات هذا الغياس الشعبي لكن غياس الغواء السياسية بعدد الغواء السياسية الموجودة دكتور يحفر البحثة هل تبريد كروت البحثة هل تبريد كروت تضغط بها الأولى الذين يرفضون الحوار الجمعي لكل السودانيين نخرج البحثة تبدأ كما تحنس هذا يرفض لدرجة أنه كثير من أعضاء البحثة حينما تلتقي بهم تحس أنهم يحسون بشعور فيه كثير من المرارة تجاه كثير من القوى السياسية في السورة مما يجعل أنه الأمر برمته أمامهم مسرح عبث يعني لا ينتهي أخي عارف دعينا أدود على النقطة ذكره الدكتور عمار زكريا حمدوق حمدوق جاء بتفويل من الثورة الشعبية التي اختلعت نزام الموطمر الوطني طيب وده يمكن ما في نفرين بيضغالوا تفويل لكن يعني تم اختطاف الثورة العظيمة التي يمكن ضحو شباب من خيلة ابناء سودان في مجموعة العربعة وانا كنت في مبادرة رئيس المجلس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوق كنت عوضو كنت عوضو فيها نعم وطرحنا ما طرحنا من حلول لمجلس المركز للحرية والتغيير وطم رفضه وانا افتكر يعني المبادرة الوطنية كانت قادرة أن تحل كل القضايا بتاع الشعب السوداني لكن للأسف الشديد تمترس المواقف كما ذكرت لك سالفا من بات الأحزاب السياسية أو مجموعة الأربع التي اختطفت السورة هي الأدخل البلاد في حز النفق وهم الفاوض والعسكر بموجب الوسيقى الدستورية أدخلوا في العملية السلمية الآن هم بقولوا يا أخي لا تفاوض ولا شراكة ولا حواء غير منطقي وغير أغلاني على الإطلاق هي القوات المسلحة جزء من النسيجة الشعب السوداني طيب فوركر الآن كما ذكر دكتور أمار زكريا لماذا تحنس مجموعة الأربع هي أحزاب كلها خمسة أحزاب أخي أمار زكريا لأن هناك يا أخي لن تكون هناك أي تأثير في الشارع لجان المغاومة الصحيح جزء منها تتبع لقوة يسارية وجزء منها تتبع لقوة يمينية لكن المفتقلين أكثر ونحن الآن في الشارع ونعلمه جيدا بكل صراحة لكن هناك تدخل دولي في الشأن السوداني بكل صراحة هذا ما أقضت المشهد السياسي السوداني أكثر الآن البعثة الأممية مضت عليه أكثر من 14 و 3 شهور أنت لا يمكن بعثة جاءت تقرب وشهة النظر ما بين فرقاء الشعب السوداني ووضعت برنامج هل هذا البرنامج لن تكون هناك صقف زمني إذن المشكلة الكبيرة أن البعثة الأممية تشتغل برمود كنترول من خارج السودان وهذا يعني الذي ما أقض المشهد السوداني المشهد السوداني المسهل يعطي كل واحد قوة سياسية مدنية فرصة كي يقل رأيه أخي عارف أنا أضيف لك نقطة مهمة جدا يا أخي المجموعة الذكر أخونا عمار المجلس المركزي يا أخي أخذ ثلاث سنوات تجربة في الحكم والآن هم بغاتلوا أشهد يرجعوا تاني بنفس بنفس الكيفية لحكم السودان وهذا مرفوض طيب من كل شراحة الشعب السودان والنقطة المهمة أنا ديني أضيف أخي عارف فولكر الآن المهمة الموجودة أنت شفت الحشودة الجماهيرية الكبيرة الآن الرافدة لوجود البعثة الأممية لأنه إطالة العمد الأزمة السودانية سوف تقود الكلام إلى مفترق من الطرق وكل صرعيان البعثة التي هي مسهل كما ارتفقتم أنتم وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بيعادتها مرة أخرى لكن ليس إضافة عباد جديدة كان يتمنىها الكثيرون أنه يكون فيه فعلا حسم وقرارات وهلو مجرى هذا المسهل ماذا يفعل مع قوم أدمنوا أدمنوا التشزي والخلاف ماذا يفعل يا أخي سوفي يواجه الشعب السوداني ويطرح من هم الأحزاب السياسية الرافضة ماذا يفعل يا سيد الفاضل ماذا يفعل معكم أدمنتم التشزي يعني فشل الآن أدمنتم التأزم يفعل لكم شنو هو الكر يعني أول حاجة نعموما نعم الغوث سياسية السودانية من وجهة نظر مفروق تكون خارج مسارة التشاور في إطار الفترة الانتغالية الغوث سياسية تنتظر بعيد تجهز نفسها تلتم نفسها للانتخابات نحن عندنا مثال الآن تشاط بحكيه مجلس عسكر كويس في مجموعة من الحزاب لكن ديك حزاب وطنية نحن عندنا حزاب لو خارج دولة بيعينا قلم يبصبوا الفورقة بيضاء ببصبوا ما عندهم مشكلة نفس الحزب عنده رأي في الحزب الآخر وكل هذه الحزاب السياسية مشكلتنا الأجنبي ومشكلتنا كولسي السلطة في حزاب دالي تضمن ضمنة كولسي السلطة بتاين ضمنة في حزاب ضمنة إنه والله في حزب يعينه في الحكومة جمال في شارك ما نحن ما عندنا حزب سياسي بعاية لمصلحة البلد نحن مغلوظ نتقدم بمساحتنا الموجودة الجنوب طلع عليه والآن بنسمع نداءات من شرق السودان إذا ما حصل واحد اتنى تلات ممكن يكون يعني أصوات انفصال أهدم في الشمال أهدم في دارفور يعني البعثة الأممية الدور الرئيسي هي مسهل إذا التزمت بدور الوسيط ودور المسهل تحل المشكلة خلال أسبوعين يمكن عندنا نحن موزج دولة جنوب السودان السيدة سلفاكر ميالدت طرح مبادرة دعا كل الغواء السياسية بما فيها حساب تابع للحرية والتغيير جاء رؤيته قال نحن ما عندنا أجندة همنا الأول استغرار السودان معنا استغرار جنوب السودان أزمة وكارثة في شمال السودان معنا أزمة أني إحدى نسمع رؤاكم لكل الغواء السياسية ومنظمات المجتمع المدني واللجان المغاومة نحن نبدأ الحاجات المتفقة حولها هذه الحاجات المختلفة حولها لناغش أن أوصل بحضور كل الغواء السياسية أنه في مؤتمر ده الحال بتاع مشكلة السودان من خلال وجهة نظر الغواء السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني ويمكن هم خلال خلال عشر أيام قعدوا مع خمسة وتزعين والستة وتزعين مع الغواء السياسية السودانية بما فيها أحزاب هي جزء من الغواء والحلي والتغير فترة بتاعت عشر يوم جلسوا معهم في الهتان سلام وفي واحدين قال يا جماعة ما تحروا يجونا تعالونا في البيوت ومشلهم في بيوتهم وقعدوا معهم دي حقيقة في بيوتهم في بيوتهم وجلسوا معهم طيب دكتور جحفر في نقطة مهمة يا سيد الفاضل هل وقعت الأمم المتحدة بإعسادة الثلاثة في الفخ المتعلقة بأزمة السودان التاريخية التي هي كل شيء متعلقة فقط بالسياسة الحوار مع السياسين الأجم السياسية السياسة السودانية التي تدخل في القانون والتشريع والرياضة والثقافة هل وقعت الأمم المتحدة في هذا الفخ وأبعد الطبقات الاجتماعية كان يمكن أن تكثر أكثر حيوية ومجمعات ثقافية كان يمكن أن تكون أكثر حيوية قدرة وجرعة على التلاقي أكثر للسياسين نعم صحيح البعثة الأممية وقعت في الفخ هذا شك ما أعرف لأنه الآن البعثة الأممية جاد يعني ما التغت بالمجمعات الثقافية كما ذكرت ولا التغت بالأجسام المطلبية ولا حتى لجان المغاومة الآن المتقدمة للأحزاب السياسية كويس نعم هذا جزء من المكونات المجتمعية لكن هناك أجسام مطلبية وهناك أجسام ثورية لها القضح المعلة في تلك الثورة التي يمكن أنا أفتكر في تقديري البعثة الأممية انتحصرت في حوار مع الشهر قوى القوى سياسية وفي القوى السياسية انحصرت في 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 التوافغة الوطني زايد المجلس المركزي الحرية والتغير بكل صراحة حتى أقصت هناك تحالفات كبيرة جدا بكل صراحة يا أخي هناك تحالفات فيه حزب الاتحاد الدموغراطي حزب عريق وحزب كبير بقوايته جماهيرية الآن نحن في مركزية مؤتمر الكنابي قدمنا رؤية للبيعسة الأممية ولم ترد علينا حتى الفاصل القصير فوقه معنا مشاهديا الكرام مرحب بكم مشاهديا الكرام في الراهن دكتور جفر نحن قطعنا المداخل أكيد خلنا نقول أنه المؤتمر الكنابي تجيها تنموية أو اجتماعية يعني مطلبية مطلبية لم يتلقي بكم أو يتلقي بكم بحسا أنا لأطلق أخي عارف ولا دعاكم أخي عارف دعين أكمل ما بدأت آه الانتقائية بتاعة القضايا هي أجدت الآلية السلاسية أنا كما ذكرت لك الآن هو بنتقي فقط لأغطاب اثنين الصارع حول الكرسي وليس همهم البلد الآن في التوافق الوطني وفي قوى الحرية وتغيير المجلس المركزي وعلم أنه هناك عدة أجسام ثورية وليه القدح المعل في السورة ومخارج نطاق الحول والأغواتين والمسارعتين يبقى على فوركر أن تستفت هناك قوة ثورية حية كلجان المقاومة وكمؤتمر الكنابي وأجسام مطلبية كبيرة جدا الآن متقدمة على الشارع عند رؤاها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لحل مشكلة البلد لكن لأن العغل السياسي السوداني من ستة وخمسين فشل أن تضع رؤية واضحة لحلول قضايا البلد بكل صرح لذلك الآن نحن في وسط السودان أخي عارف ما يغارب الأربع مليون نسمة نحن كمؤتمر الكنابي الآن نشكل من عضوية كبيرة جدا وأنا أفتكر هذا الرافع الحقيقي لإقتصاد السودان المجمعات السكانية الآن الموجودة على مستوى مشروع الجزيرة ومشروع الرهد ومشروع حلفة ومشروع السوكي هؤلاء هم الركيزة الأساسية لإقتصاد السودان الآن منظمة الإيقاد جاء دخلت لأنه بروية اقتصادية لأنه منظمة تنموية لماذا لا تلتقي بمجموعة مركزية مؤتمر الكنابي لأنه إن دم رؤية حتى على مستوى إعادة مشروع الجزيرة نفسها بكل صراح لأنه هم العمالة المربوطة بزيادة الإنتاج والإنتاجية إذا نحن ندعي للنمر من النفق المظلم بتاعت الإقتصاد وما شابها من إشكالات البلد أن نحتمل مشروع الزراعية لأنه بلد زراعي وكبير جدا وشاسع ودونها هناك دول إفريقية كبيرة جدا يتقدمت في مجال الزراع أنه نحن أخي عارف مشروع الجزيرة وحده ما يغارب الاثنين مليون في الدان إذا اهتمينا وعدنا المشروع إلى سيرته الأولى بشكل حقيقي حتما سوف تنحد السودان وتتقدم ويبقى في مصحف الدول دكتور عمار يمكن واحدة من القضايا الغريبة هو استمار هذا الصراع يعني كأنما كلها هذه القوة السياسية هل كلها تفقد البوصل يا سيد الفاضل ولا هذه القوة خلينا نقول الخاري نشيله بر يعني ما في داعي له هذه القوة انغمست في الصراعات المحلية فأضرت بها يعني الإثنية والجهو عاضحة أخلاقية قبيحة لا يمكن يعني الإنسان يقف خلينا نقول أنها وجودة يعني فهل هذه القضايا المحلية الغارقة في المحلية جرت القوة السياسية وخلتها أنها لا تلتقي والذي إشكالية وين وإذا قلنا أنه من جهة أخرى يعني ما كان يمكن العقل السياسي أن يجد الكثير من المحاور المرتكزات التي تعين هذه القوة خاصة عن الشباب على التخطي هذه الأرقية مع أن الشباب خليلا نقدم ويكتظر متقدم عن أي عقل سياسي دراشر في السودان لا يوجد إلا نادل جدا أنا في الاستقلال كان أربع حزاب حسي قلنا أكتر من مئتين وشوية يعني الحزب الواحد بقى خمسين حزب مثال يعني مثال شوف نحن الأربع حزاب ليه الآن نحن أكتر من مئتين حزب وحركة معنا نحن نحن ندين مشكلة وبنلقى رئيس الحزب قاعد رئيس الحزب حتى الممات وعندنا نمازج ما دالنا فارق كل السلطة دي أزمتنا ما في رؤية وطنية استيراتيجية ما في إرادة وطنية ما في هم وطني دي مشكلة نحن لمعالجة المعالجة البلد أن نحن ما زلنا في حروب 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 مستمرة المسألة بتاعت اللحزاب انتغلت أيضا للحركات بتلقى رئيس الحركة دالي كانت كيش برضو يكون قاعد رئيس الحركة لخائد ما يموت الزول اللي بيكون قاعد في رئيس الحركة لو جمع الجموعة يتكلموا عن النظام الأساسي بخصيم بكرة بتطلع بيان بأنه نحن شلنا ليس الحركة ولا رئيس الحركة طلع بيان فصل مجموعة شارط عربات طلعوا عملوا حركة جديدة نفس المرة انتغل من الحزاب السياسي انتغل لنا من الحركات المسلحة أنه نحن ما مشكلتنا الأجنبي نحن لو ما قدينا فرصة للأجنبي الأجنبي ما بيجي بتدخل لنا في مشاكلنا الداخلية الأمن الغومي بتاعنا نحن مهزوس فيه نقاط ضعف نقاط الضعف دي بتستخدمها القوة الدول الأخرى لأنه عندهم مصالح بيستخدموا المشروع بتاع الأمن الغومي السوداني يعني الناس نحن ما زل بنتكلم عندنا بترول وعندنا مياه وعندنا أراضي خصبة وعندنا دهب وعندنا يورانيوم الآن دول ما عندها أي موارد لا معدنية لا موارد لا معدنية تتكلم عن إنتاج المعرفة لأنهم عندهم إرادة وطنية نحن للأحزاب السياسية بتاعتنا للأسف ما عندهم أي إرادة همهم مع الأجنبي يعني الحزب السياسي الليل لو ضغطوا بيجروا السفالات بيجروا بلا بيحتموا بلا بيحتموا بالأجنبي عشان يعني مشكلتهم خلينا عشان ما نهاجم لأحزاب ساكت كمان برضو من ناحية أخرى خلنا نأخذ مؤتمر الكنابي كنموزي يعني الأخ دكتور يتحدث عن أنه هذا المؤتمر له صولات وجولات ولكن هذا المؤتمر يا سيد الفاضر ربما الليلة الليلة جعفر الآن حقيقة مؤتمر الكنابي نفسه مؤسسة موجودة في عرض الواقع وقاعدة الدافع عن ناسها بالتأكيد أخي عارف أخي عارف مؤتمر الكنابي عندما تم تأسيسه في جمهورية مصر العربية كان هدفه الأساسي هو إزالة التهميش لمجموعة سكانية موجودة وهي بتشكل الرافع الاقتصادية للسودان كلها بكل صراحة والآن موجودة في أعظم مشروع المستوى العالم مشروع الجزيرة لو لا المجموعات السكانية الجات من قرب السودان منذ فجر الاستقلال أو المهدية لما كانت مشروع الجزيرة عندما انهار مشروع الجزيرة وضربوا الكسادة العالمي سنة 1934 والإنجليز فشلوا عشان يدعموا المصانع لاكشير في بريطانيا عبر القطن طويلة التي تم زرعه في مشروع الجزيرة جلبوا هؤلاء الأناس من مناطق متفرغة من قرب السودان ومن مختلف اتجاهات السودان لكن هؤلاء ألأتوا من قرب السودان بالتحديد الذين جاءوا من سور المهدية هذا يمكن الفوج الأول عندما سقط الخرطوم وأرادوا الرجوع إلى كردفان وقطع الإنجليز الطريقة عليهم حتى لا يلتحقوا بالخليفة ويكونوا الجيش من جديد ارتكزت وسكت لتأسس مشروع الجزيرة المجموعة الثانية جاءت عندما انهارت العالم في 1934 في التلاتينات وفشل المجموعات الموجودة في ذاك الزمان لأنها كانت مجموعات رعوية بكل صراحة لأنه العملية الفلاحة محتاجة يعني لأيد عامل والإنجليز جلب هؤلاء الناس ودعموا حتى اقتصاد بريطانيا لذلك الآن نحن كجسم قريبين جدا ولسيقين بقضاياهم الاجتماعية وبقضاياهم المطلبية من سكن وخدمات وكهرباء وغيره وإننا أعراء كثيرة جدا ومذكرات رفعناها يعني في حكومة المؤتمر الوطني سابقا ولم استجيب والآن أنا أتكلم أخي عارف هناك ثلاثة ثورات مرت على حكم البلد من 64 نحن ظللنا بنعاني أخي عارف الآن نحن في الجزيرة وحده ما يغارب الأربع ألف كومبو الأربع ألف بمناسبة لما تجي تلقى ده ترع وده الأبشرين وذول يسكن ما بين الترع والأبشرين أكثر من خلال صحيح في قصور مننا نحن لكن هذا القصور لا يعني لأنه هناك دساتير العالم كفل يا أخي أنت لو مشهد أمريكا أخي عارف عبر اللوتري أو عبر الهجرة خمس سنة تكون مواطن أنت بتاخد الجنسية بتاخد كل الخدمات أخي عارف نحن الآن في السودان سودان الجدود وسودان الآباء سودان التطحيات وسودان التاريخ أن نحن بنعانا أشان نلقى موية ونلقى كأعرب وإن تذكرت نقطة مهمة جدا أخي عارف أخي عارف نحن لن نكون هناك حكومة ما نطالب من المواطن ما نطالب من المواطن ولا حتى نأخذ حق مواطن نحن طالبنا الحكومة وإننا أكثر من ثلاثة أربع بنود تحويل الكنابي إلى قرى نموذجية في مخططات يصدق الدولة ونحن ذاتنا عندنا جهد شعبي حضور بكل صراحة لأنهما ناس عيدي عاملة وناس منتجين يعني ما فقارة بكل صراحة لكن يفتقروا في الأرض الآن نحن عندنا نماذج كثيرة جدا في قرى تم تحويل من كنابي إلى قرى نموذجية ويشتروا بحرمها للأرض سعود لك في هذه النقطة دكتور عمار إذا أخذنا خلنا أخذ نموذج أننا الآن من قبيلت من نهاجم في الأحزاب السياسية الآن القوة السياسية الحزبية فيها تراجعة يعني الآن في بريطانيا أو في أمريكا أو في غروب أو في أي محل تفوز أحزاب مهتمة بالبيع تفوز أحزاب مهتمة بالثقافة تفوز أحزاب مهتمة بالتنمية بينما السياسة تراجع الكلام عنها كثير جدا لأنه أصبح في العالم يتحرك عن التنمية الاقتصاد والتنمية والعلاقات المقايمة على الاقتصاد إذن نحن كنموذج واضح أنه ما عندنا تنظيمات اجتماعية تنظيمات قصادية حقيقية عشان كده الآلية اهتمت بالأحزاب السياسية نحن من الغنية نحن راجعين في المغيرب من اليوم دا نحن راجعين لي القوة أن نحن الزون اللي يسمع صوته ما بالكم يعني جعفل عنده أربع مليون صوته صوته أو برنامج برنامج سلمي ما أبقى حاجة مئة سنة قدامنا هز جعفل في موطم الكنان ما أبقوا حاجة لأنه السودان الزون اللي يقعد في الكرسي يابا الانقلاب يابا التمرد بالبندقية يابا الترس الشارع قويس ودينا هز جعفل ما عندهم لا لأنه المنافسة بتاعمو الدستور بتاعمو النظام الأساسي بتاعهم نظام سلمي مطلبي فولكر لا فولكر بعليهم لجبهة السورية اللي هم وجزوا منا قويس خليقنا نحن كشعب والآلية وفولكر والآلية اللي جاتنا التحافظ للإيقاد ألم يكون أكثر بصارة كما قالوا ودعوا إنه ساعد السودان إنه يقولوا والله أين هذه التنظيمات سنلتقي بها ونسمع منها ربما يجد عندهم الحكمة الضالة يجد عندهم الفكرة الجديدة يجد عندهم الرؤية الثاقبة يجد عندهم الاستيعاب للواقع السودانية النوغع الجغرافي السوداني يمكن نوغع استراتيجي دال يجعل السودان ما ينزل الخرطوم مش السودان الخرطوم ما تنزل نحو الحرب زي سوريا وزي العراق المجتمع الدولي بتخوف من السودان ممكن تكون بورة بتعطي رهاب الهجرة الى اوروبا تجارة البشر على هذا الاساس يمكن فيك انترول على الغواء السياسية وعلى حركات مسلحة انه الخرطوم ما تنزلق لحرب لذلك الان المجتمع الدولي بحاول يسكت الغواء السياسية صوته عالي كويس عندها الممكن يكون عندها تأثير تأثير قوي كويس تأثير بيؤدي الى انزلق واحد اثنين في قوة سياسية ومنظمات مجتمعا مدني عندها تواصل حتى ايدالة الاهلية عندها تواصل مع الاجنبي عن طريق السفارات عن طريق المخابرات دي في البداية بيتيم التواصل مع الباقيين دي كويس حسب درجاتهم ممكن يكونوا تم موجلتك علينا كالسودانيين ان ننبيها البحثة يا أخوانا الآن انتم قلتم جيتوا لو ساعدت السودان والمتحدة منظمة الشام لا كل قضايا اضافة الاتحاد الأفريقي يمكن وطلبات ذاته يعني ويع الدرس بتاع الوصيغة دستورية من التجربة السابقة او اضافة الإيقات ايضا المجتمع المحيط بالسودان يمكن برضو تابعوا وكانوا مراغبين وكانوا قريبين لانه يتأثروا لذلك اضافة الإيقات واضافة الاتحاد الأفريقي وطلبات ذاته على اساس انه يعارج الاخطاء الوقع في المسيغة الدستورية دكتور جحفر نحن مدى ننكز عن التجربة لكن دايبس نشير لانه مثل هذه المؤسسات اذا صحر التسمية او الاجسام او الكينات الموجودة في الولايات والاقاليم والبعيدة من المركز تناساها السياسي السوداني نحن كنا حزينين ان البحثة تناستها لكن يا سيد الفاضل البعض يقول انه اتوك مؤتمر حتى في ولاية الجزيرة كأكبر تليكم منطقة التجمع يترون لكم حتى اعتبارا بالحكومة المحلية بالتالي كيف يكون لكم دور يعني اخي عارف انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس دكتور عمار هو قال ناس جحفر ديل لازم يتخذوا ثلاثة طرق اه وما في ذلك بسمعك لا لكن قال السودان نعم نعم السودان قال يا اما السلاح انقلاب او تتريس او يا اما تتريس نحن والله الثلاثة ديل كلها نحن ما ديرنا طيب نحن نضالنا المدني من الانتزاء الحقوق سوف يستمر ما دام اهلنا على مستوى الكنابي يفتغد ابسط مقامة الحياة لو جاءت حكومة بعد مئة سنة سوف نورس الاجيال هازل 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 يا اخي هذا كلام هذا كلام لا 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 اخي اعرف هذا كلام غير صحيح الحركات المسلحة فاوضته حكومة جاءت السورة وقال شعار واضح جدا حرية سلام وعدالة نعم ودنية خيار الشعب نعم انا افتكر الآن بموجب الاتفاقية الحركات جزء من نسجل الجزيرة نشاطة وان كان نحن يعني الآن في اتهامات موجهة لمؤتمر الكنابي بانه هو بورة الفتنة في الجزيرة وهم ادخلوا الحركات المسلحة وللأسف الشديد والتحية من هنا للمارشال من اركوم الناوي نحن لم ندخل منه في الجزيرة بكل صراحة ادخلته قيادات المؤتمر الوطن السابق اللي هو ابن الكواهلة عبد الباقع علي في منطقة الشكعنيبة ولهم التحية اهلنا في الشكعنيبة وكان حجد جماهير رهيب جدا بكل صراحة وانا اطمن كل الاهل على مستوى الجزيرة ان احنا نضالنا مدني ولا ديرين حقزون ولا حتى عندنا الطمع في حقزون لانه في ناس مشاركين حواشات لهم اربعين سنة يا اخي اعارف نحن على مستوى الكنابي اعفى الناس المزارع يمسكك الحواشة بين خدمه انت بتصرف تجيب السماعة وتجيب اي شي تلحقه ولو في الخرطوم ولو في الجزيرة في مدني تجيب تديه حقه اصر على الاطلاع لذلك نحن نطمن كل اهلنا في الوسط في الجزيرة وسنار وكسلة وحلفة المناطق الموجودين فينا الكنابي انه نحن نضالنا نضال مدني من اجل انتزاء الحقوق من الحكومات وليس من المواطن ونحن على مستوى الغرع والكنابي اشين المهاجرين والانصار بكل صراحة لكن يعني هناك ايالي خبيثة جدا تريد ان تضرب النسجة الاجتماية في الجزيرة ونحن لهم بالمرصات اخي عارف لانه لابناء الكنابي بكل صراحة ومن يظن باننا نسكت يموت اهلنا على مستوى الكنابي بالمرض والجهل والتخلف هو واهم بكل صراحة بعد الصورة لانه في ثلاثة صورات تم اخصانها صورة 64 لم تناقش ولم تتناول قضية الكنابي ولم تناول حقيقية ولا حتى صورة 85 تضحوا بكل صراحة ولا حتى صورة 19 ديسمبر هو كانت اخر موكب اللي هو موكب الجنجو مسامير الارض موكب موطة مرة الكنابي عبر التجمع والهامشة السوداني لذلك يعني كل الاحزاب السياسية أدم من أبد تتناول قضية الكنابي لانه مجموعة سكانية كبيرة ولها تأثير الثقافي والاقتصادي والسياسي بكل صراحة ونحن اخي عارف اطمينك انحن والله جاهزين للاستحكاظ الانتخابي جاي بكل فرح دكتور عمار هل يمكن نقول انه إذا قالت البحثة الآن قالت اخوانا خلص خلنا مشكلنا للانتخابات كل هذا الجدل الذي يدور هل يدور فعلة أم هيل لهذه المرحلة الصعبة جدا التي يخشاها الكل البعثة يعني الآن فوركر داري نجح ونجاحه في الأغلبية طيب يسلم انه والله دي 95% من القوى السياسية ونظامات المجتمع المدني الحل الآخر في حالة انه يعني شاف انه في غوة بيعتبر انه هو حسب نظرته أو رؤية الشخصية انه اللحزاب دين عندها أغلبية وعندها شارع لذلك نمشي الانتخابات طيب الأفضل الانتخابات انه انه نحن وصيغة دستورية دخلت البلاد في أزمة صاغوة عشرين فرق عشرين فرق عشرين فرق نحن وصيغة دستورية حكموا السودان ثلاثة سنة رجعنا نحن ستة وستين سنة لأورا بعد أربعة وستين وبعد خمسة وثمانين ما كانت في انتخابات الجنوب مولع نعم و النيل الأزرق مولع جنوب كردوفان مولع الشرق السودان مولع أفضل تكون هناك انتخابات يشارك فيها 40% من الشعب السوداني يشارك 40% من الشعب السوداني ولكن الكل يخشى انتخابات مما أفضل الانتخابات لا الكل يخشى انتخابات الحزاب السياسية التي تخشى الانتخابات هي أخي عدد نصف ليه ويقول ليك الحزاب السياسية بعد الصورات أخصونا نحن ناس الكنابي دين لو جي حزي في جزيرة كويس؟ بدي صوت؟ ما بدي صوت؟ وأنا أتوقع 80% في أول انتخابات تشريعية يكونوا مستغلين وده الخوف الكثيرين؟ مش الكثيرين ده خوف الغليلين اللي هم اللي حزاب السياسية لأنها غاعدتها غاعدتها الصفرية أني نحن نمسك تاريخ السودان طيب القامت فيه انتخابات كويس؟ القامت فيه انتخابات أسياء أحزاب ما ده تشارك في الحوار في التفاوض نفس اللي حزاب ما ده تشارك في الحوار في التفاوض هتجد قطع على الانتخابات على أساس أنه تكون هناك انتخابات على المجلس السيادي جيب أبناء السودان عندهم غير السودان وعندهم روح وطنية طيب يشكل بهم مفوضية للانتخابات مفوضية لاستفتاء لغانون الانتخابات وغانون الانتخابات ده يخضع الاستفتاء شعبي دكتور هل إذا البحث الآن تفتكر أنه أول نقطة يمكن التفاوض عليها الناس لو عادت ولا لسه في مشكلة الموضوع بأكيد سيكون المشكلة مستمرة لأنه تعيين مجلس الوزراء ونحن عندنا يمكن تجرب بعد السورة حمدوك يمكن أخذت إجماع كبير جدا نعم لكن فشل الفشل لأنه كان مسيطر عليه أحزاب مجموعة الأربع فقط ونحن هما خالف الوسيقى الدكتورية هما خالف الوسيقى الدكتورية الحكومة الفات حكومة أحزاب سياسية المؤتمر السودان عنده كذا وزراء الحزب الناصري عنده كذا وزراء البعثين عندهم كذا وزراء هذا ليس حكومة التكنقراط بكل صراح لكن إذا أريدنا أن نخرج البلاد إلى بر الأمان لا بد أن نتوافق كلنا ونضغط في مارك مستقبل كيف يا جماعة كويس أول أن يبعدوا أحزاب الأجندة الخارجية الأحزاب المتمترسة في المواقف بكل صراح وزي ما ذكر أخي دكتور عمار الناس البغش أنه ما دير يمشي الانتخابات لأنه الآن هما يعلموا المليغين ما بيجيبوا صوت واحد في أي دائرة من الدوائر اللي نزلوا على مستوى السودان لذلك يدعو العراقيل حتى تدخل البلاد إلى نفق مظلم ونحن كقوة صورية حية الآن موجودة لمستوى الشارع مدركين تماماً بكل صراح لذلك ألفولكر أن يوسع الحوار والحوار ذاتاً يكون فيه سقف زمني محدد لأنه إطالة عمد الحوار يطيل عمد الأزمة إطالة عمد الأزمة سوف يدخل البلاد إلى إشكال كبيرة حركات كبيرة زي الحلو وعبدالواحد حركات أخي الحركات المسلحة نحن نريد حوار يعني يعني معاهم حوار جات ويصلوا معاهم اتفاقية ما فيها غبشة بكل صراح لأن الآن الاتفاقية التي وقامها جفة صورية لم تنفذ عشرة في المئة ونحن عندنا مشكلة بكل صراح أخي عارف في مسألة نغضى الأهوة والمواسط وإنت تعلم أخي عارف هناك أكثر من اتفاقية السلام تم توقيعه وتم نغضى الأهد بكل صراح الآن الاتفاقية الآن لم تنفذ عشرة في المئة دكتور إذا قلنا لك لكن الآلية الآن هما قالوا سيبدو التفاوض المباشر تتقدم من يا دكتور انت كذلك التفاوض المباشر تجيب كل الغوات السياسية سالة مطرورة ونظمات المجتمع المدني تقعد معهم في مؤتمر طيب معناها البيعسة الأمومية الحزاب الرافضة على الجلوس للحوار ستكون خارج المشهد السياسي المباشر لمناغبة الفترة الانتقالية لذلك هي خطوة صحيحة بالنسبة للبعسة الأممية استمعت لرؤى بتاعها قوة السياسية ساقت هذه الرؤى من نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف تطلح نقاط الاتفاق للقوة السياسية التي جلست معها وتطلح نقاط الغلاف للتحاور حولها من خلال الحوار المباشر هل لا بد من تحديد السقف زمني مهم جدا مهم جدا يعني انت ما ممكن يكون في حوار مفتوح يعني انت بتقسم المحاور المختلف حوله لجان في الاختصاد في السلطة في السروة في المجلس التشريعي يعني النقاط المختلف حوله هتشكل لجان في كل لجنة يكونوا في ممثل من الغوさ سياسية ونظمات المجتمع المدني لو انت جلست مع مهتم من الغو aerospace ومنظمات المجتمع المدني في كل لجنة بشكل البعثة الأممية بيكون في 100 بتكون في ورقة حول النقاط المختلف حولها ورقة حول النقاط المختلف حولها في حسب الدستور المجلس الوزراء المجلس التشريعي الآن الآلية قارت حدد المباشرة سريعا لأنه الزمن ينضي بالناس أعتقد أخي أعرف لو الآلية من بداية دخولها لو بدت الحوار المباشر وكما ذكر أخي دكتور عمار وضعت صقف زمني وقسمت المحاور كان وصلت لنتجة وتم تكوين حكومة من التكنقراط والحزاب السياسية تنذل إلى القواعد وترتب قواعدها بشكل صحيح وبعد ذلك تخذ الغمارة الاستحقاقة خلاص نقول له مضالان لكن الآن الاتجاه الصحيح نفتكر المجلس في البيس الأولية السلاسية أنه أنت يعني أعلم الشعب السوداني من هم الناس البيعيق مصلحة البلاد شاء الله لك لدينا متطلبات كويس فليطرحوا متطلباتهم متطلبات متطلبات أن يكون هناك التوافق أن يكون هناك التوافق لا يمكن أخي عارف أن تفرط رأيك على قوة سياسية على امتداد البلد وإنت حزب سياسي واحد أو ثلاث أحزاب أو أربع أحزاب في نقطة أثاروها الكثيرين من المعترضين يقول أنه ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر كان انقلابا وبالتالي إذا البحثة فعلت هذا ما تعترفت بالانقلاب يعني ما عارف أن تراجع أخي عارف نعم الناس اللي يقول انقلاب هم كانوا جزء من العسكر ووقعوا وسيق الدستورية وحقهموا ثلاثة سنوات ويستأثروا بالقوة السياسية ويستأثروا بالكراسي وأنا كنت جزء من الآلية الوطنية لرئيس الوزراء السابق دكتور أبدالله حمدوق وكنت مغرر المجلس التشريع يا أخي عارف ثلاثة سنوات أنت تحكم بدون مجلس تشريع بدون مجلس تشريع تحكم بلد ثلاثة سنوات زي السوداء ولدت أزمة الشرك ولدت أزمة دارفور من جديد حتى الآن آثار الثلاثة سنوات كما ذكر أخي أمار يعني نحن تراجعنا أكثر بالخمسين عاما طيب دكتور خلينا نقول برضو أن نحن دارين هذه القوة السياسية الآن كرسائل الآن نحن في لحظة حرجة بلدنا الآن بعد الأزمة الروسية والأوكرانية اكتشف العالم مرة أخرى وعادة الاكتشاف أنه هي الآن البرد المحورية في العالم لكثير جدا من السلع والغزاء والغزاء الآن في العالم وضع البشرية فما المطلوب من هذه القوة السياسية الآن في هذه اللحظة كل القوة السياسية ما نرجع للتاريخ يوم أمسا نحن ما نرجع له طيب كويس نحن نفكر لقدام دارين نعمل شنو نفكر في البلد دي نجي رويا نتجاوز المرارات ونتجاوز الماضي ونتجاوز الاحتقان إنه والله ده يساري وده يميني وده وسط نجي همنا السودان من خلال أجندة وطنية خالصة نقعد نفكر في البلد دي رسالة للغوة السياسية نضع لنا الغانوزات ونتفق عليه على سن الغوة السياسية ابتعدنا في المستقبل ذاتها يعني تتخفض بطريقة بطريقة معي أخي رسالة الأخير أن تعي لأحزاب السياسية الدرس وأن تأخذ نموذج لدول يمكن أنظر بستوانا والرواندا والدول الأفريقية التي مرت بمجاعات ومرت بحروب كبيرة جدا والآن هم في مصافة الدول المتقدمة أخي عارف السودان دولة قانية بمواردها البشرية وقانية بمواردها اقتصادية بس أن نتسامى فوق الجراحات وأن نقبل بعدنا البعض حتى نؤسس دولة ذات سيادة وطنية وننهض بها إلى الأمام مشاهدي الكرام انتهت الحلقة من الراحن طبعا كثيرا القضايا التي تطرح دائما عبر الراحن لكن يبقى المشكلة السياسي الذي حيرنا جميعا طوال كل هذه الفترات في امتحان يبدو أنه يتجه إلى أكثر الصعوبة إن لم نتسامى كما قال الدكتور عزالة القلافات ونقبل بعضنا البعض ونؤمن بأن هذا الوطن الذي يضمه 40 مليون كثير من التقارير في العالم تقول أنه يحتاج إلى 400 إلى 450 مليون كي نكون قدر الموارد إذن نحن في نعم كثيرة رجاؤنا لكثير من المواطنين في كل الصلوات الدعاء للسودان بالاستقرار والسلام والرفع بكتور عمر زكريا شكرا جزيلا شكرا وخالص التحايا للمشاهد الكريم وشكرا لأكون الدكتور الجحفر محمدين شكرا جزيلا أخي عاري ألمين العالم والتمر الكلام وشاهد الكرام عبر الراهن عبر قناة الكورة والقضائية نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة